اشتركوا في القناة تفاصيل اوفى عن شخصية الراحل الشيخ لولوى في التقرير التالي ما ان اشارت العقارب على ساعة وفاتها وعلمت دارها ومن فيها انها قد رحلت حزنت القلوب واستهلت قرائح المادحين بوصفها فيحسن فيها منهم النثر والنظم كيف لا وهي من استوصى بالنساء خيرا ومن استوصى بهن كأنما استوصى بالناس جميعا انظر الى المملكة اين هي من خارطة العمل النسائي التطوعي تجد رسم البحرين في مقدمتها ومن رحلت عنا اليوم هي من رسمها بقلمها وبيدها الشيخ لولوى بنت محمد الخليفة ترحل تاركة تاركة امرئ القيس للسموال ولكنها ليست سلاحا وعتادا انما حبا ووفاءا وعطاءا معنا عن سيد نادي سيدات القهر وانا ما افتكر في العالم العربي في نادي للسيدات انجبتها المحرق عام 1930 وكانت قد انشأت ناديا للنساء كالذي كان في مصر ولكنه اغلق ولم يغلق شقفها عملت في مستشفى حكومي ومن ثم نشطت في توعية نساء القرى بكيفية الاعتناء باطفالهن حديثي الولادة واستمرت ولا زالت تريد للنساء خيرا ووجهة حتى حصلت على رخصة لانشاء جمعية الطفل والاممة عام 1960 لتكون مقصد النساء الاول في البحرين وتوالت انجازاتها فيما يخص النساء او من غير النساء جائزة نوبل للسلام نظرت الى صحائفها من بعيد ودنت لها حتى رشحتها في عام 2005 ضمن خمس شخصيات نسائية بحرينية من ذوات الخبرة والعطاء في المجال الانساني استمرت ولم تقف وكرمت عدة مرات وفي العام 2010 كان لها ذلك التكريم من قبل صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة كرائدة للعمل الاجتماعي والتطوعي في البحرين رائدة العمل النسائي التطوعي في البحرين هكذا عرفت وستعرف وستخلت فالتحيا روحها بما صنعت وطوبى لابنتها هند على ما ورثت فابنتها الشيخ هند بن سلمان الخليفة التي هي كوالدتها فالعطاء نفس العطاء في المجال نفسه بإذن الله بسم لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر